السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ملمة سيد دكتور مرحمة الان ازهر والاشتراه tutto buch الله ينورك بنور الله الله يحفظك في رعاك الله يحفظك في وسائلنا يا سيد دكتور ديالنورك عزيز Court Alright اما هو انا أعطيها لنينا going on have to return ببارك الله فيك الشريفة بارك الله فيك وكنت طلبك كدكتور و بغت تدعيني معهم.替ني ربي مشقصهم راح يتيح لهم huلا بغيتك تدعي معي يا دكتور مضيومة بالزاب دكتور مريضة ومضيومة شو بنقول لك دكتور الله اللي رعها المبيا الله يفرج عليك يا ربي الله يفرج عليك لا 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 حول ولا قوت وتدعيني مع الرجل ديالي يدو وحده وركعه اغلب عليه الزمان بالزاب وحتى هو عيان بغيت النمرة ديالك يا دكتور اللي جيت لك على خاطرك بغيتها بغيتك لله يرحم لك الولي ديالا دكتور الف مرحبا لله زهرة الف مرحبا لله يحفظك ورعاك انا غندي وزيك الستوم داري عطالك لله زهرة شكرا لك شكرا لك وبرك الله فيك ومعذرة انا كن نشعر بالحزن الشديد من اللي كنسمع بعض الاحباب كيقول لك ثلاث سنوات وكي تصلوا معذرة التلفون ربما اختضاد في الخطوط وغنية رمى عندنا والو وعدناها الناس في يوم النيا الحمد لله وفي يوم محبة لله سبحانه وتعالى الله يجعل ذلك المحبة لبنتنا خلصة لوجه الله وتكون شاء الله سببا في دخولنا الجنة معا يدا في يد برحمة الله وكرم الله وجود الله المحبة ما سهلة هي عطاء من عند الله هي رحمة وهي وعد وبشارة من الكريم سبحانه وتعالى شكرا لك للا زهراء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله قضية تساقط الشعر للبنات حسب معلوماتي في مجال الصحة بسيطة جدا قد يكون له اسباب ثلاثة قد يكون السباب العضوي فقر الدم نقصان واحد المادة معينة فكان التجى الى الطبيب والطبيب انا ذاك يشخص تحليل الدم وكيعرف اشنا هو المشكل وهذا شيء اصبح علم بي واضح عن طريق التحاليل العلمي المتطورة لكن قد يبدون الطبيب جهده وكيعطيك الدواء اللي هو ممكن ومع ذلك تبقى الحالة كما هي هنا نرجح بان ربما المرض ليس عضويا ما عنده علاقة لا بالدم ولا بالخلايا ولا بالهرومونات ولا بالجلد ولا باي شيء لربما ان المشكل هو نفسي الامراض النفسية كتلعبوا حد دور كبير في كتبنا الاعراض قد يكون هناك القلق الزائد قد يكون هناك الخوف الزائد حتى القلق والخوف عادي كلنا فينا قلق رب يخلق فينا الخوف وخلق فينا القلاق ولكن بشكل يكون متوسط معتد إذا كان معتد حالة طبيعية لكن إذا زاد عن حده حالة غير طبيعية فبعض البنتات ربما دورفهم النفسية مرهفة وكتشعر بالخوف أو كتشعر بالوجل أو ربما للا زهراء من اللي كنت حاملة بهم انت أصلا كنت مريضة نفسيا أو كان دستعليك شي ضروف صعبة لأن الجنين في بطن أمه يتأثر عدد كبير دي المشاكل دي الكبار نفهمها بتحليل وضعية الجنين لما كان في بطن أمه إن لكت الأم حاملة بمرتاحة وفرحانة وسعيدة الجنين كيكون في صحة وعا فيها جيدة إن لكت الأم دستعليها أيام سوداء والقتل الضلم والقتل الهوان وربما خصى مع الزوج ومع العجوزة وربما الفقر وربما مشاكل الحياة قوية لها دكشي كله كنتقل للجنين وكيبرز في حالة معينة كاللي كتلقى ربما عنده كي يجيه كي يجيه الاكتئاب كاللي كي يجيه هزال أن النمودي له ضعيف كاللي عنده عنف زائد غضوب كتتكلم معك يشعل اشعل لوحده ما تطلق مراته بس طلقتها عنيفة كنتكلم معك تخرج عينها وكترفع صوتها را اخوية هكك هي مركبة را ماشي منها را هي الظروف اللي مرت بها والسيناريو اللي خضعتني في مساري حياتها اعطانا وانتجرنا شخصية هكذا هي را بارئة هي تكون صابت تكون كلها فمها ينقط عسل وتكون دايما ابتسامة طيبة وعينها كلها في حياة لكن الظروف اللي مرت بها وهي جنين في بطن امها والصراع اللي شفتوا من هوبها والضغط اللي قاتوا من المحيط ديالها العجوزة والخالات والعمات والصراع والمشاكل المحاكم وهي صغيرة صبية كينتج لها هاد الشعور ومالتما كتعود عنيفة هو كتلقها ولاكتو صحيح عدد كبير من مشاهد الطلق يا مرأيته في المحاكم وكتلق بان كنت تقول لزوجة اشنه العيوب ديالمراتك كيقلي كذا وكذا او كتقول لزوجة اشنه العيوب ديال زوجك كيقول لتوشي عيوب اخرى اما ما عنده شخصية واما عنيف كدرب واما كهجر واما بخيل واما 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 كتلق كل شخصية ادارة الانجلسة تتماعها واحد لزلسة اه ديال حفريات في الذاكرة حفريات في الذاكرة والرحلة عبر خط الزمن كتوصل بأن الإنسان هو بريء في أصله لكن الظروف كتخلق منه شخصية مرضية وكتخلق فيه مجموعة الضواهي الغريبة طبعا لا نقول بأن الظروف كتحكم علينا بماذا بقوة الإيمان واليقين الإنسان أعطى الله قوة وعزيمة وإرادة لكنها بغير إيمان ويقين رمكدا لا إرادة ولا عزيمة عاكد بلكم الكداب إلا ما كاشل قوة الإيمان واليقين وخيط ظهر لك الإنسان بالعزيمة ما رأيته أناس يحمل الأثقال لش تبارك الله طولا وعرضا مفتون العضلات وشخصية عظيمة وميسور الحال وكلمت نافدة ولكن ما عنده إيمان ويقين والله ما كان لا إرادة ولا عزيمة أبسط حاجة كتفش بحيش يمبر العمر بالهواء لكن بالعكس إلاك الإنسان قدر يبارك ضعيف هو من المهمة الشيء في الأرض لكن عنده قوة إيمان ويقين كتلقى صلضا ما كيتحرقش وما يتزعزعش قوة الإيمان واليقين هي العلاج إلا عندنا مرض نفسي تبين بأن هاد الابنية ربما مروا بضروف صعبة وكان السبب هو هاد هاد الشعر كيتسقط لأن غنحاولون نعمروا اللي مقلموا بالإيمان هاد الحلقة اللي كنديرو في كل بداية البرنامج قصص الأنبياء وتفسير القرآن الكريم ما غايتنا ربما هذه المعلومة معروفة لديكم أو عند الكثير منكم لكن الغاية هي أننا نشحن نفوسنا بالإيمان جددوا إيمانكم بحل البطارية عندنا بطارية سنملؤوها حتى بلغا ملؤوها ستختفي الكثير من الظواهر السلبية غير يختفي الأمراض النفسية غير يختفي الاكتئاب غير يختفي القلاق غير يختفي الرعب غير يختفي الخوف من الضلام بسألة الأشياء اللي هي مرعبة غير تختفي فلن نظهر المرض قد يكون عضويا لعليك ذرته مع الأطباء قد يكون نفسيا هو نقوي الإيمان لبنيتنا ورؤون لغاية قوة يزول بعد الظواهر وقد يكون السبب روحيا ماشي نفسيا فرق بين النفس وبين الروح النفس ككل إنسان من ترقاء نفسه من ترقاء ذاته هو بحل واحد شجرة نمت ولكنها معوجة أو أنها رقيقة فهجل أما الروح فهو مؤثرة خارجية قوية جدا قد يكون الإنسان مصابا بالعين أو بالحسد شعر زوين تبارك الله ما يقولوا تبارك الله الشعر كيطيح شعر شعر شاب لها والشعرها تساقط علش لأنك يشوفوها عند الشعير عيد ما يقولوا تبارك الله ما شاء الله نيرية على الشعر عندها واو على الشعر عندها وكل في قلبه مرض كتدس واحد مدك جاء الصداع الشقيقاء الشعر كيبدأ يضعف كتغسل كتحلها كيتنصل وقس على ذلك لأمراض الروحية رهم وجودة بقوة كلمك يأمنش بهذا الكلام يقول لي كده غير كلام ولكن شكو لك يأمن به كان لك اللي الضرب بالمزود هو اللي يحس به شحل دي الناس دبا اللان ما كانوش يأمنوا بها شي ولكن اللي تصابوا وتاهوا في الدنيا ويبحثون عن الحل عاد اعتقدوا بأن هناك أمراض روحية سببها العين أو الحسد أو أعمال شيطانية كتسبب المكان معين كيت آذى فنسأل الله على كل حال الشفاء لأن الزهراء كان جمعه كله كان جمعه وكان تجأ إلى من إلى خالق الوجود إلى رب العالمين إلى من بيده الأمر إلا من يعلم السر وأخفى العلماء والصالحون يقول لك شوف أترك كل شيء أترك كل شيء خلي عندك الكلام هذا غير تحليل بسيط للاستئنس وإلا فإن الحق والجد والفصل هو أن العبد يتجه إلى مولاه يقول يا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بل من سول الأسباب والمسببات ولا عن العلل والمعلولات كلمشي مباشرة إلى صاحب الأمر وأقول يا ربي اكشف عني الضر لقد أصابني البلاء فنسأل الله الكريم المتعال أن يفرش عنك يا أختي زهرة وعلى بناتك اللهم شافيهن وعافيهن اللهم يا رب يا كريم احفظ لهن شعرهن وجمالهن وأجسادهن وجوارحهن اللهم يا رب أنبتهن نباتا حسنة واحفظهن بالسبع المثان والقرآن العظيم اللهم أقر بهم عيون الوالدين والأحباب والمقربين اللهم احفظهم بما حفظت به الكعبة المشرفة وبما حفظت به الكتاب العزيز للا زهرة الله يعاول لك الزوج ديك على الزمان الزمان صعيب الزمان صعيب ولكن ربي كريم الله تعالى عنده الرزق نحن نضرب على الرزق ولكن عند الله كثير وإن من شيء إلا عندنا خزائنه رزق الله وفير نطرق الباب سهلا كلنا نحتاج وكلنا قد تمر بلا ظروف صعبة ما هو الحل كندر الأسباب كنخدموه كنتعبوه نجرهنا ونجرهنا في الحلال من لك القاسة حصل أطرق الأبواب بعدها أطرق الأسباب كنقول يا الله أرزقني في قيام الليل الناس نيام في الثلث الأخير من الليل ربنا سبحانه وتعالى يتنزل نزولا يلق بجلاله وكماله فيقول هل من مستغفر فأغفر له هدوك المدنبين هدوك العصات هدوك اللي ارزقوا الجرائم للدنوب ما تخافوا ما تخافوا الله غفور الله رحيم يقول لك استغفروني أغفر لكم ثم يقول هل من صاحبك حاجة فأقضيها له اللي عنده شيء حاجة ما يخاف ما يبقى يكتب ملتمسات وطلبة استعطافية بصفة الإدارة وهدوك الوزارة وهدوك الجماعة وهدوك المسؤول ويلتامس يطلب الريوس ويمسر للدين لا لا داعي ربك قل لنا هل من صاحبي حاجة فأقضيها له ودعو الله تعالى يهيئ لك من أمريكا شهد ثم يقول الله تعالى هل من من داعيم فأستجيب لدعيم ما جئت ورب يعطيك الخير والبركة والتيسير فأسأل الله الكريم للا زهر أن يجمع الشمل العائلة وأن يغنيكم من فضله وأن يرفع عنك الضيم ويرفع عنك الحزن ويرفع عنك الألم اقرأي للا زهر صورة الشرح اقرأيها في الصباح والمساء أو صلي ركعتين ركعتين للضحى الركعة الأولى مع الثمينة تسعة تصبح صلى الركعة الأولى بالفاتحة والضحى والليل إذا سجع والركعة الثانية بالفاتحة وألم نشرح لك صدرك وغدتشوف إلى الأزهر ربي عز وجل غد يفرج وغد يشرح الصدر وغد يزح الأبواب لأن فيها ولا سوف يعطيك ربك فترضى وفيها ألم نشرح لك صدرك وفيها ورفعنا لك ذكرك وفيها إنما العسر يسرى أسأل الله تلعني أن يفرج عنك وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات قلوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله